بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله الرحمن الرحيم بسم الله 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 الرحيم من اليمن وأخذ يدعو إلى أن علي رضي الله عنه هو وصي رسول الله صلى الله عليه وسلم وأنه هو أحق بالخلافة وأخذ يشغب ويثير الخلافات بين المسلمين هذه هي كانت البدايات ثم ظهرت القدرية والجهمية وطوائف الأهواء والبدع القدرية الذين يقولون لا قدر وإن الأمر أنف وأن الله عز وجل لا يعلم الأشياء قبل حدوثها وأنه لا يعلمها إلا بعد أن تصير وهذا قدح في علم الله عز وجل وفي كتابته ومشيئته وخلقه فأنبرى لهم الصحابة رضي الله تعالى عنهم كابن عباس وابن عمر وعبد الله بن عمر وعبد الله بن الزبير وغيرهم من صغار الصحابة الذين ظهرت بذور هذه الخلافة في عصرهم وقال عبد الله بن عمر رضي الله تعالى عنهما عندما قيل له إن أناسًا يقولون لا قدر وإن الأمر أنف أن لا تحصل الأشياء إلا في وقتها وأن الله لا يعلم حصولها فقال رضي الله تعالى عنه أخبرهم أني بريء منهم وأنهم مني برآ ولا يؤمن أحدهم حتى يؤمن بالقدر خيره وشره من الله تبارك وتعالى وأن الله علم الأشياء وكتبها في اللوح المحفوظ قبل أن يخلق السماوات والأرض بخمسين ألف عام وأنه تقع الأمور والمقادير على وفق الكتابة ووفق مشيئة الله تبارك وتعالى ثم ظهر أهل الكلام الذين هم من بقايا الجهمية الذين ينكرون صفات الله تبارك وتعالى بل غلاتهم وأوائلهم أوائل الجهمية الذين ينفون عن الله عز وجل أسمائه وصفاته ويقولون إن إثباتها يؤدي إلى التشبيه ثم ظهرت المشبهة وظهر غيرهم ومن فرق الظلال فانبرى لهم علماء الإسلام ونهوا عن الخوض في مثل هذه الأمور التي جلبتها الفلسفة وترجمت الكتب كتب الفلاسفة من اليونان ومن الهند ومن غيرها أدخلوها على المسلمين فانبرى لهم علماء الإسلام ونهوا عن مثل هذه المقالات الضالة التي ليست في كتاب الله ولا في سنة رسوله بل هي مخالفة لما جاء به الوحي لأنهم أخذوا في تقديم العقل على الوحي وجعلوه هو الحاكم في قبول النصوص أو ردها ولذلك قال الإمام الشافعي في مثل هؤلاء قال حكمي في أهل الكلام أن يضربوا بالجليد والنعال وأن يطاف بهم في الأسواق ويقال هؤلاء الذين تركوا الكتاب والسنة وأقبلوا على علم الكلام ولا شك أيها الإخوة أن الهدى والخير والعلم النافع هو ما جاء في كتاب الله تبارك وتعالى وفي سنة رسوله صلى الله عليه وسلم لأن الله تبارك وتعالى يقول في كتابه يبين أنه أرسل رسوله بالهدى ودين الحق هو الذي أرسل رسوله بالهدى ودين الحق ليظهره على الدين كله ولو كره الكافرون ولو كره المشركون والهدى كما قال العلماء هو العلم النافع ودين الحق هو العمل الصالح وهو ما بعث الله به رسوله صلى الله عليه وسلم وقد بيَّن عليه الصلاة والسلام البيان الشافي وحذَّر الأمة من الأهواء والبدع وسمَّاها سُبُل الشيطان وجاء الصحابة رضي الله تعالى عنهم ومن بعدهم من السلف الصالح ممتثلين لأمر رسوله صلى الله عليه وسلم فكانوا يقتفون أثر النبي صلى الله عليه وسلم الذين هم الصحابة ويعملون بأمره ويهتدون بهديه وكان لهم مواقف مشهورة في التصدي لأهل البدع والأهواء ولذلك كتب الله لهذه الأمة الثبات وجاءت آثارهم متوافرة نفع الله عز وجل بعلوم الصحابة الأمة كلها نفع الله بها الأمة وجلَّ بها عن الغمة وقد أمر الله عز وجل بالاتباع ونهى عن المخالفة واتباع الأهواء قال الله عز وجل ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نولِّه ما تولَّى ونُصْلِه جهنَّم وساءَت مصيرًا وقال عز وجل ومن الناس من يجادل في الله بغير علمٍ ولا هُدًى ولا كتابٍ منير وقال عليه الصلاة والسلام ما ظلَّ قومٌ بعد هُدًى كانوا عليه إلا أوتُوا الجدل كما في الحديث الذي رواه الإمام أحمد والترمذي وابن ماجة والحاكم وقال صلى الله عليه وسلم في التحذير من ترك الكتاب والسنة واتباع الأهواء ومقالات الظلال قال عليه الصلاة والسلام يكون أقوامٌ تتجارى بهم الأهواء كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا يبقى منه مفصلٌ إلا دخله لأن الكلب مرضٌ يحدث من عض الكلاب لابن آدم فينتشر العلم في جميع أعضاء البدن فقال عليه الصلاة والسلام شبَّه اتباع هؤلاء للأهواء وأنغماسهم فيها وتشبُّعهم بها كما يتجارى الكلب بصاحبه فلا يبقى منه مفصلٌ إلا دخله وهذا الحديث رواه ابن أبي عاصم في كتاب السنة وجاء في الصحيحين من حديث أبي سعيد الخُدري رضي الله عنه قال قال النبي صلى الله عليه وسلم لَتَتَّبِعُنَّا سَنَنَ مَنْ كَانَ قَبْلَكُمْ شِبْرًا بِشِبْرٍ وَذِرَاعًا بِذِرَاعٍ وَلِذَلِكَ فَإِنَّ كُلَّ فِرْقَةٍ خَرَجَتْ عَنِ الْمَنْهَجِ الصَّحِيحِ وَعَنِ الصِّرَاطِ الْمُسْتَقِيمِ كان لها نصيبٌ من هذه النصوص ومنها مشاقة الرسول صلى الله عليه وسلم ومخالفته واتباع غير سبيل المؤمنين ومن يشاقق الرسول من بعد ما تبين له الهدى ويتبع غير سبيل المؤمنين نُوَلِّهِ مَا تَوَلَّى وَنُصْلِهِ جَهَنَّمَ وَسَاءَتْ مَصِيرًا وهذا هو الوعيد لمن خرج عن الصِّراط المُستقيم وأيضًا اتباع المُتشابه بقصد الفتنة وتأويل النصوص كما ذكر الله عز وجل ذلك في سورة آل عمران وبيَّن أن الذين في قلوبهم زيغ يتبعون ما تشابه منه ابتغاء الفتنة وابتغاء تأويله وما يعلم تأويله إلا الله ثم قال عز وجل والراسخون في العلم يقولون آمنا به كلٌ من عند ربنا وما يذكر إلا أولو الألباب فالراسخون في العلم هم الذين يتبعون ما في الكتاب والسنة ويؤمنون بما جاء فيهما ولا يتعرضون لهما لردٍ أو تأويلٍ باطلٍ يخالف ما جاء في ظاهر النصوص فاتباع المُتشابه بقصد الفتنة وتأويل النصوص هذا هو سبيل الزائغين عن الصِّراط المُستقيم وأيضًا دلَّت هذه الآيات والنصوص على أن الجدال والمراء في الدين بغير علمٍ ولا هدى ولا كتابٍ منير ولا حُجَّةٍ واضحةٍ بيِّنة أنها أيضًا من الضلالات الذين أخذوا يُجادلون ويمارون في الدين من غير علمٍ ومن غير اهتداءٍ بما جاء في الكتاب والسنة فإن هؤلاء والعياذ بالله يقعون في الظلال والانحراف وأيضًا التخرُّص في الدين والقول على الله تبارك وتعالى بلا علم واتباع الأهواء كما قال العُلماء وكما جاء في الآيات الكريمة أن اتباع الأهواء هو سببٌ للضلال ومن أضلُّ ممن اتبع هواه بغير هدى من الله وأيضًا اتباع وتقليد الأمم الهالكة الضالة كما قال عليه الصلاة والسلام لتتبعُنَّ سنن من كان قبلكم حذو القذة بالقذة حتى لو دخلوا جُحر ضبٍ لدخلتموه وأخذوا في معارضة ما جاء في النصوص الواردة في الكتاب والسنة ولذلك فإن علماء السلف بيَّنوا أنه لا تعارُض بين نصوص الشرع الثابتة وبين ما جاءت به المعقولات الصريحة قام علماء السلف رحمهم الله بإزالة ما يُتوهَّم بأنه خلافٌ بين العقل والنقل وقاموا بالرد على هذه الطوائف الضالة وطوائف أهل الأهواء والبدع والذين سمَّوا أنفسهم بأصحاب الكلام الذين توسَّعوا في دراسة المنطق والفلسفة وجعلوا العقل حكماً في فصل النزاع ثم أرادوا يعني هؤلاء المتكلمين الرد على الفلاسفة في آرائهم ولكنهم للأسف تأثَّروا بمُصطلحاتهم الخاطئة وأدخلوا الكلام في ذات الله عز وجل وفي صفاته وفي أمهات المسائل الاعتقادية مثل الصفات السمعية والصفات الذاتية وقيامها بالذات العلية ومثل الأفعال الاختيارية وقيامها بذاته تبارك وتعالى فالله عليمٌ بعلم قديرٌ بقدرة مريدٌ بإرادة تبارك وتعالى يفعل ما يشاء ويحكم ما يريد فالله عز وجل يحب ويحب والله عز وجل له الصفات الكاملة ولله الأسماء الحسنى فادعوه بها وذروا الذين يلحدون في أسمائه فالذين ينفون أسماء الله وصفاته هذا من الإلحاد في أسماء الله وصفاته أو يؤولونها بغير تأويلها بل إنهم نفوا صفة العلو عن الله عز وجل ونفوا أن المؤمنين يرون ربهم يوم القيامة والعياذ بالله ونفوا مجيء الرب تبارك وتعالى للفصل بين العباد يوم القيامة ونفوا نزوله تبارك وتعالى كما يليق بجلاله كما جاء في الحديث الصحيح الوارد في الصحيحين عن أبي هريرة أن النبي صلى الله عليه وسلم قال إذا كان ثلث الليل الآخر ينزل ربنا إلى سماء الدنيا يقرب من عباده كيف شاء وهو عال على عرشه مستو على عرشه فيقول من يدعوني فأستجيب له من يسألني فأعطيه من يستغفرني فأغفر له وذلك كل ليلة فهؤلاء نفوا العلو ونفوا النزول ونفوا الصفات الذاتية ولم يثبتوا لله وجهاً ولم يثبتوا لله بصراً ولم يثبتوا لله علماً والنبي صلى الله عليه وسلم ذكر هذه الصفات وبينها في سنته المطهرة وبين ذلك ربنا قبل ذلك في كتابه العزيز في آيات تتلى إلى يوم القيامة آيات القرآن هؤلاء أخذوا جعلوا العقل والفلسفة حاكمة على كتاب الله وأول صفات الله عز وجل سواء صفاته الذاتية أو صفاته الفعلية ونفوا قيامها بالله تبارك وتعالى ونفوا الأفعال الاختيارية كالعلو والنزول والضحك والكلام كل هذه أفعال الله تبارك وتعالى ولذلك القرآن هو كلام الله عز وجل المعجز تكلم الله عز وجل به بحرف وصوت وصفة الكلام صفة ذاتية لله تبارك وتعالى وكون الله عز وجل تكلم بالقرآن هذه صفات فعلية فهو كلامه تبارك وتعالى كما قال عز وجل وإن أحد من المشركين استجارك فأجره حتى يسمع كلام الله سواء قرئ القرآن أو كتب أو غير ذل فهو لا يعد أن يكون كلام ربنا تبارك وتعالى وكذلك نفوا كثيرا من مسائل الاعتقاد كمسائل الإيمان ومسائل القدر والمعادي والغيبيات فتركوا نصوص الوحي وقاموا بتأويلها بتأويلات باطلة تخالف ظواهر النصوص فزعموا أن هذا العلم اللي هو علم المنطق والفلسفة وعلم الكلام أنه ميزان للعلوم وأنه يتوقف عليه الاستدلال والتوصل إلى علم اليقين وهذا هي دعاوى لا تثبت حقائق ولا تشفي عليلا ولا تروي غليلا بل إنها هذه العلوم العقلية والفلسفية أوقعت هؤلاء في الحيرة والاضطراب وأصبحوا لا يعرفون الحق من الباطل بسبب أنهم انغمسوا في علوم المنطق والفلسفة ونحوها وتركوا كتاب الله وأقبلوا على علم الكلام كما قال الإمام الشافعي رحمه الله حكم في أهل الكلام يعني هؤلاء الذين تركوا الكتاب والسنة وأقبلوا على علم الكلام أن يُطاف بهم في الأسواق ويُضربوا بالجريد والنعال ويُقال هذا جزاء من ترك الكتاب والسنة وأقبل على علم الكلام فهي أوقعتهم في الحيرة والاضطراب والعياذ بالله وليس وراء يقول شيخ الإسلام بن تيمية رحمه الله ليس وراء هذا العلم علم الكلام والمنطق إلا تضييع الزمان وإتعاب الأذهان وكثرة الهذيان ودعوة التحقيق بالكذب والبهتان وشُغل النفوس بما لا ينفعها بل قد يضرُّها وقد يُضِلُّها عما لا بُدَّ منه بل إنه يُوقِع في الجهل الذي هو أصل النفاق في القلوب والعياذ بالله ولذلك نهى السلف رحمهم الله عن الخوض في علم الكلام وبينوا أنه يُوقِع في الحيرة والاضطراب ولا يحصل به يقين تطمئن به النفوس وتصل به إلى حقائق الاعتقاد بل إن هؤلاء المتكلمين يعني إضافة إلى أنهم جلبوا هذه العلوم الباطلة إلى المسلمين استهانوا بمنهج السلف القائم على النصوص الكتاب والسنة ونبزوا من يأخذ به ويعتدُّ به فسمَّوا السلف بالحشوية وسمَّوهم بالمُجسِّمة الحشوية يعني ليس عندهم إلا حشو من الكلام وسمَّوهم بالنابِتة وأطلقوا عليهم ألفاظ السوء زيادةً على أنهم أدخلوا على المسلمين هذه العلوم الباطلة أخذوا يسبُّون أهل المنهج الصحيح ويُسمُّون أهل السنة بالمُجسِّمة والحشوية يعني الذين ليس عندهم علم فهؤلاء المتكلمين استهانوا بمنهج السلف القائم على نصوص الكتاب والسنة وسبُّوا من يعتدُّ به ويُذعِنُ له بالجهل والتقليد الأعمى والمُعادات للعقل يعني أن أهل السنة ليس عندهم علوم عقلية وإنما هم عندهم إلا نصوص وإنهم أهل جهلٍ لا يفهمون القضايا العقلية ولا يفهمون المنطق وعلم الكلام قالوا إنهم إنما عندهم التقليد الأعمى والمُعادات للعقل مع أن كل ما يحتاجه المُسلم إلى معرفته واعتقاده والتصديق به من أصول الدين كمسائل التوحيد ومسائل الصفات وأمور القضاء ومسائل القدر وأمور النُبوة والمعاد وغيرها قد بيَّنها ربُّنا تبارك وتعالى في كتابه الكريم وبيَّنها رسوله صلى الله عليه وسلم في سُنته المُطهَّرة بيانًا شافيًا قاطعًا للعُذر بأدلةٍ شرعيةٍ وأدلةٍ عقلية بلغت من الإحكام والقوة والوضوح مبلغًا لا تستقرُّ أمامه دلائل المُتكلِّبين التي لا تعدُّ أن تكون مثل بيت العنكبوت ولذلك هؤلاء الذين قدَّموا العقل على النقل خالفوا منهج الكتاب والسنة وأن الأصل هو تقديم النقل على العقل وأن الأصل هو الوحي وأما العقل فهو وسيلةٌ لفهم النصوص العقل وسيلةٌ لفهم الوحي الإسلام لم يأتي لإلغاء العقول الناس بل جعل العقول هي الوسيلة لفهم الوحي ولا يُمكن للعقل السليم أن يُخالف النقل الصحيح أبداً لماذا؟ لماذا أن العقل السليم الصحيح السالب من الشُبُهات والشهوات لا يُمكن أن يُخالف النقل الصحيح لأن الذي خلق العقل هو الله تبارك وتعالى الذي خلق عقول الناس هو الذي جاء بالنقل وهو الوحي سواء كان كتاباً أو سنة الذي خلق عقول الناس هو الذي أوحى هذا الوحي إلى أنبيائه ورسله فلا يُمكِن أن يُخالف العقل الصريح السليم من الشُبُهات والشهوات لا يُمكِن أن يُخالف النقل الصحيح والوحي من الله عز وجل ولذلك فإن السلفة حذَّروا من الخوض في الفلسفة والمنطق وعلم الكلام حذَّروا من ذلك أشد التحذير لأن علم الكلام هذا العلم جعل العقل هو الحاكم على الوحي فما قبلته عقولهم أخذوا به وما ردته عقولهم ردوه يعني جعلوا المقياس هو العقل فما قبلته العقول أخذوا به وما ردته عقولهم ردوه وهذا خطأ إذا ثبت النص ولم نفهمه فإننا لا نتهم النص وإنما نتهم عقولنا وأفهامنا لأن النقص من جهة العقل وليس من جهة النقل لأن كلام الله عز وجل لا يأتيه الباطل من بين يديه ولا من خلفه تنزيلٌ من حكيمٍ حميد كلام الله وكلام رسوله صلى الله عليه وسلم لأن الرسول عليه الصلاة والسلام يقول ألا وإني أوتيت القرآن ومثله معه ومثله معه فالسنة هي الوحي الثاني وهي الشارحة المبينة لما أجمل في كتاب الله تبارك وتعالى ولذلك قال الإمام أبو يوسف صاحب أبي حنيفة الإمام أبو يوسف من أصحاب أبي حنيفة ممن قام عليهم مذهب الإمام أبو حنيفة الإمام أبو يوسف القاضي يعقوب وكذلك محمد بن الحسن الشيباني هذان العلمان هما من قام عليهما مذهب الإمام أبو حنيفة وكان من أفضل طلابه وتلاميذه قال أبو يوسف رحمه الله العلم بالكلام هو الجهل العلم بالكلام هو الجهل لأنه يؤدي إلى رد النصوص الوحي والجهل بالكلام هو العلم وإذا صار الرجل رأساً في الكلام قيل له زنديق أو رمي بالزندقة لأنه يرد الوحي ولا يرد الوحي إلا الزنادقة وأهل الأهواء وأهل البدع هم الذين يردون ما جاء عن الله وعن رسوله صلى الله عليه وسلم ويقولون ما قبلته عقولنا قبلناه وما ردته عقولنا رددناه طبعاً أهل السنة والجماعة يعني ألفوا عدة مؤلفات في الرد على مثل هؤلاء وألفوا كثيراً من الكتب وقد ذكرت لكم في الدرس السابق أننا سنذكر بعض هذه المؤلفات لأنهم إذا كانوا يتهمون أهل السنة والسلف الصالح بالجهل وأنهم حشوية وأنهم ليس عندهم شيء من التحقيق والفهم والتدقيق انبرى علماء السلف رحمهم الله منذ القرن الأول فالإمام أبو حنيفة رحمه الله مولود عام ثمانين للهجرة يعني في القرن الأول في أواخر عصر الصحابة رضي الله عنهم وتوفي في عام مئة وخمسين في منتصف القرن الثاني الهجري ألف كتاباً سماه الفقه الأكبر للإمام أبي حنيفة رحمه الله عالم العراق وفقيهها النعمان بن ثابت الكوفي الذي توفي عام مئة وخمسين للهجرة ألف كتاباً في العقيدة سماه الفقه الأكبر مقابل ما يتعلق بالفروع أحكام العبادات وغيرها هذه ليست من الفقه الأكبر وإنما تعتبر من الأقل من الفقه الأكبر أما الفقه الأكبر ما يتعلق بعلوم العقيدة ما يتعلق بالله عز وجل وملائكته وكتبه ورسله واليوم الآخر وما يجب لله وما يجوز عليه وما يمتنع من إثبات الصفات الكمال لله عز وجل ونفي صفات النقص وإثبات الإيمان وعدم تكفير المسلمين بالذنوب وإثبات القدر لله تبارك وتعالى كل هذه الأمور ذكرها الإمام أبو حنيفة في كتابه الفقه الأكبر ورد على الذين أولوها أو حرفوها عن معانيها الصحيحة وجاء بعده الإمام أبي أبو عبيد القاسم بن سلام البغدادي ألف كتاباً سماه كتاب الإيمان وقد عاش رحمه الله في القرن الثاني والقرن الثالث كانت وفاته سنة 24 ومئتين للهجرة ألف كتاب الإيمان ليرد به على الذين يكفرون بالذنوب وعلى المرجئة الذين يخرجون الأعمال من مسمى الإيمان ويقولون إن الإيمان هو المعرفة القلب فقط ولا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان مع أننا نعلم أن الإيمان لا بد من العمل فيه وأن الإيمان يزيد وينقص لكن هؤلاء يقول الإيمان شيء واحد لا يزيد ولا ينقص ولذلك لا يزيد بالطاعة عندهم ولا ينقص بالمعصية ومنهم الجهمية والجبرية الذين يقولون إن الإنسان مجبورٌ على أفعاله وينفون القدر ويقابلهم القدرية الذين يقولون إن الله عز وجل ليس له دخلٌ في أفعال العباد وأن العباد يوجدون أفعالهم بغير قدرة الله عز وجل ومشيئته فجعلوا العبد خالقًا مع الله عز وجل مع أن الله عز وجل هو خالق العباد وخالق أفعالهم الله خلق العبد وفعل العبد ولا يمكن أن يحدث شيءٌ من العبد إلا بمشيئة الله وإرادته المشيئة العامة الكونية والإرادة العامة هي لله تبارك وتعالى لا يحدث في كونه إلا ما يشاء وما تشاءون إلا أن يشاء الله رب العالمين فلا يمكن للعبد أن يفعل فعلاً إلا وقد شاءه الله عز وجل وأراده فالله خلق العباد وخلق أفعال العباد لذلك ألف كتاب الإيمان سيأتينا أن الإمام البخاري أيضًا ألف كتابًا سماه خلق أفعال العباد للرد على هؤلاء القدرية لكن قبل أن نصل إليه هناك كتاب للإمام عبد الله بن محمد الجعفي وهذا الإمام هو شيخ الإمام البخاري ألف كتابًا في الرد على الجهمية فيما يذهبون إليه سواءً من نفي الصفات الله وأسمائه أو تأويل صفات الله عز وجل لأن الجهمية الأولى الجهمية عدة فرق الجهمية الأولى هم الذين ينفون أسماء الله وصفاته وأما الجهمية المتأخرون فهم يثبتون الأسماء فقط وينفون الصفات فيقولون يعني لاحظوا كلامهم لا يدخل في العقل أصلاً يقولون إن الله عليم بلا علم قدير بلا قدرة سميع بلا سمع بصير بلا بصر هذا لا يمكن أن تقبله العقول لكن هؤلاء ذهب بهم علم الكلام والتأويل والفلسفة إلى أنهم قدموا العقل على النقل ثم وقعوا في الشبهات ووقعوا في الضلالات ونفوا عن الله تبارك وتعالى أفعاله سمعه وصفاته الذاتية وصفاته الفعلية نفوها عن الله تبارك وتعالى وبعض الفرق أثبتت فقط سبع صفات ونفوا الباقي وتأثروا بمذهب المعتزلة والمعتزلة هم طائفة من الجهمية هؤلاء كلهم تركوا مذهب أهل السنة والجماعة وتركوا الكتاب والسنة وأقبلوا على علم الكلام فضلوا وأضلوا والعياذ بالله قدسوا العقل وجعلوه حاكما على الوحي فما قبلته عقولهم قبلوه وما ردته عقولهم ردوه وهذا هو غاية الضلال والعياذ بالله ولذلك ألف الإمام عبد الله بن محمد الجعفي شيخ البخاري كتابا سماه الرد على الجهمية وقد كانت وفاته سنة 28 ومئتين للهجرة أيضا كتاب الإيمان للحافظ أبي بكر عبد الله بن محمد بن أبي شيبة العبسي ألف كتابا في الرد على الذين يكفرون المسلمين بالذنوب وعلى الذين يقولون إن الإيمان هو المعرفة فقط ولا يدخلون الأعمال في مسمى الإيمان والرد على المرجئة والرد على الجهمية في كتابه الإيمان هذا هذا الإمام أبو بكر بن أبي شيبة العبسي ألف هذا الكتاب سماه كتاب الإيمان وكانت وفاته سنة 35 ومئتين للهجرة ثم جاء إمام أهل السنة والجماعة وهو الإمام أحمد بن حنبل ألف كتاب السنة في الرد على الجهمية وغيرهم وهذا الكتاب مطبوع وموجود ومحقق ولله الحمد ألفه الإمام أحمد بن حنبل الشيباني إمام أهل السنة والجماعة الإمام أحمد كانت وفاته في منتصف القرن الثالث الهجري في عام 41 ومئتين للهجرة ثم ألف كتاباً آخر رحمه الله الإمام أحمد سماه يعني خصه بالرد على الجهمية سماه كتاب الرد على الجهمية وهو كتاب مطبوع موجود أيضاً الإمام البخاري كما ذكرت لكم ألف كتاباً سماه أفعال العباد والرد على الجهمية الذين يقولون إن الله عز وجل ليس له دخل في أفعال العباد وأن العبد يوجد ويخلق فعل نفسه وليس لله عز وجل في ذلك لا خلق ولا مشيئة ولا إرادة ولذلك سماهم يعني السلف مجوس هذه الأمة الذين يقولون إن بوجود خالقين يعني المجوس يقولون بالنور والظلمة يعني ولذلك جاء في حديث في الترمذي القدرية مجوس هذه الأمة لأنهم يجعلون العبد فاعل مع الله تبارك وتعالى وخالق مع الله لأفعاله وليس لله دخل في فعل العبد ولا مشيئته وهذا خروج عن المنهج الصحيح ومنهج السلف وخروج عن من جاءت به الآيات والأحاديث النبوية بأن الله عز وجل هو خالق العباد وخالق أفعال العباد والله خلقكم وما تعملون الله خالق كل صانع وما صنع أيضاً الإمام أبو بكر أحمد بن محمد الأثرم وهذا تلميذ للإمام أحمد ألف كتاباً أيضاً سماه كتاب السنة وكانت وفاة أبو بكر بن الأثرم تلميذ الإمام أحمد سنة ثلاث وسبعين ومائتين للهجرة ثم جاء بعده الإمام الدارمي وهذا نبين أن علماء السلف كانوا أهل علم وعقل وفهم هم عالمين بالوحي وعالمون بالعلوم العقلية والحجج التي يردوا بها على هؤلاء الذين يزعمون أن أهل السنة ليس عندهم علم وأنهم حشوية ومجسمة مجسمة لأنهم يثبتون الصفات سموا أهل السنة مجسمة لأنهم يثبتون الصفات الذاتية لله عز وجل من الوجه واليدين والأصابع والعينين والقدمين كل هذه ثابتة في الكتاب والسنة قال عز وجل لإبليس ما منعك أن تسجد لما خلقت بيدي والله عز وجل خلق آدم بيده وغرس جنة عدن بيده وكتب التوراة بيده تبارك وتعالى فالله عز وجل له يدان تليق بجلاله وعظمته وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه سبحانه وتعالى عما يشركون فالله أثبت أن له يدين وأن له قبضة يقبض السماوات ويقبض العراضين وما قدر الله ما عظموه حق تعظيمه هؤلاء الذين ينفون الصفات الذاتية ما قدر الله حق قدره ما عظموا الله حق تعظيمه تبارك وتعالى وما قدر الله حق قدره والأرض جميعا قبضته يوم القيامة والسماوات مطويات بيمينه الله كلمنا بكلام عربي نفهمه فنفهم الطوي ونسهم نفهم القبض والنبي صلى الله عليه وسلم وهو الشارح المبين للقرآن أنزلنا إليك الذكرى لتبين للناس ما نزل إليهم النبي عليه الصلاة والسلام وهو علام بره عليه الصلاة والسلام في الروضة الشريفة يقول إن الله يطوي السماوات بيمينه ثم يطوي العراضين باليد الأخرى ثم يهزهن ويقول أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون يقول الصحابة حتى خشينا أن النبي عليه الصلاة والسلام يسقط به المنبر فالرسول عليه الصلاة والسلام أعلم الناس بربه وهو أفضل من يشرح آيات القرآن الكريم يهزهن ويقول أنا الجبار أنا الملك أين الجبارون أين المتكبرون فالله عز وجل له القدرة الشاملة الكاملة هؤلاء يقولون ليس له يدين وليس له وجه وليس له عينين وليس له قدمين ولم يستوي على عرشه وليس فوق سماواته ولا يجوز أن نقول إن الله استوى على عرشه فينفون علو وينفون الرؤية يوم القيامة والله عز وجل يقول وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وموسى عليه السلام يقول ربي أرني أنظر إليك قال لن تراني الله عز وجل يقول يعني أنك في الدنيا كما قال النبي صلى الله عليه وسلم لن يرى أحد منكم ربه حتى يموت يعني الرؤية في الآخرة وليس في الدنيا قال انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعقا الجبل على كبره وعظمه لم يستطع أن يصمد أمام تجل الله تبارك وتعالى وغشي موسى وأغمي عليه وخر موسى صعقا فلما أفاق قال سبحانك ولذلك النبي عليه الصلاة والسلام يقول لا تفضلوني على موسى بن عمران فإني أكون أول من ينشق عنه القبر أول من ينشق عنه القبر يوم القيامة هو رسول الله صلى الله عليه وسلم يقول فأجد موسى عليه السلام أخذ بقائمة من قواعم العرش فلا أدري أفاق قبلي يعني حيا قبلي ووجد قبلي أم جوزي بصعقة الطور هذا النبي عليه الصلاة والسلام يبين في سنته ما معنى رؤية الرب تبارك وتعالى وجوه يومئذ ناظرة إلى ربها ناظرة وقال في الكفار والمنافقين كلا إنهم عن ربهم يومئذ لمحجوبون وأعظم نعمة لأهل الجنة هي رؤية وجه ربهم تبارك وتعالى حين يتجلى لهم فيكسوهم من نوره ومن جماله حتى إذا رجعوا إلى أهليهم في يوم المزيد وهذا يوم عظيم يدعو الله عز وجل عباده المؤمنين في الجنة لزيارته فتنادي الملائكة للمؤمنين إن ربكم يستزيركم يعني يطلب منكم الزيارة ثم توضع تلك الكثبان العظيمة وتوضع عليها الكراسي الكبيرة من الذهب والزبرجد واللؤل وغيرها وتنصب تلك الكرامات لأولياء الله والعباد الله الصالحين في الجنة ثم إذا جلسوا فيها إذا بهم بنور قد سطع عليهم فرفعوا رؤوسهم دليل على العلوم فإذا الله عز وجل ينظر إليهم يضحك فيقولوا وماذا تريدون يا عبادي ماذا تتمنون فيقولون وماذا نتمنى وقد نجيتنا من النار وأدخلتنا للجنة وأفضت علينا بهذا النعيم قال أن أحل عليكم رضواني فلا أسخط عليكم أبدا فيزدادون فرحا وسرورا ويرجعون إلى أهليهم وقد ازدادوا جمالا وحسنا فيقولون والله لقد ازددتم جمالا ونورا قالوا كيف وقد كنا في زيارة رب العالمين تبارك وتعالى والله عز وجل يتفضل على عبادي بهذه النعمة نسأل الله عز وجل أن نكون من أهلها وأن نكون ممن ينظر إلى ربنا تبارك وتعالى في جنات النعيم وأن نكون ممن يفوز بهذه الكرامة العظيمة التي هي أعظم نعيم أهل الجنة هي رؤية الرب تبارك وتعالى ولكن هؤلاء الضالين المنحرفين نفوا الرؤية ونفوا المجيء وأن الله يجيء يوم القيامة للفصل بين العباد وجاء ربك والملك صفا صفا الله هو الذي يفصل بين عباده وما معنى الشفاعة العظمى أن الناس يوم القيامة وهم في الحر الشديد في يوم كان مقداره خمسين ألف سنة وقد حل بهم العرق والذيق والكرب الشديد والشمس تدنو منهم والعرق منهم على قدر أعمالهم بل في بحر من العرق فيقولون من نذهب إليه حتى يشفع إلى ربنا يشفع لنا عند ربنا حتى ينزل للفصل بين العباد فيذهبون إلى آدم فيعتذر ثم إلى نوح ثم إلى إبراهيم ثم إلى موسى ثم إلى عيسى كل منهم يعتذر ثم يقول عيسى عليه السلام اذهبوا إلى محمد عبد غفر له ما تقدم من ذنبه وما تأخر فيذهبون إلى رسول الله صلى الله عليه وسلم وهو الذي يقول أنا سيد ولد آدم ولا فخر آدم وما دونه من الأنبياء والأمم تحت راية محمد عليه الصلاة والسلام فيقول الرسول عليه الصلاة والسلام أنا لها أنا لها ويسجد تحت العرش ويفتح الله عليه بمحامد وأذكار لم يعرفها قبل ذلك ويطلب من ربه أن يشفع له للعباد في أن ينزل لفصل القضاء بين العباد فيقول الله له يا محمد ارفع رأسك وسل تعطى واشفع تشفع فيقول يا رب يطلب منه أن ينزل لفصل القضاء والحساب بين الناس فيوضع الكرسي وتوضع الموازين ويؤتى بالصحف فإن الله عز وجل هو الذي يحاسب عباده تبارك وتعالى هؤلاء تركوا هذه النصوص كلها ونفوا العلو ونفوا المجيء ونفوا الرؤيا ونفوا العلو ونفوا أن يكون لله وجهان وأن يكون لله يدين وأن يكون له ذاتا تبارك وتعالى والله عز وجل نحن لا نتجاوز القرآن والحديث أهل السنة والسلف الصالح لا يتجاوزون القرآن والحديث الله عز وجل يقول ليس كمثله شيء وهو السميع البصير وأن الكلام في الصفات فرع عن الكلام في الذات فكما عن الله تبارك وتعالى له ذات تخصه كذلك له صفات تخصه إذا كان هذا في المخلوقين يعني عندنا رجل الفيل عندنا رجل النملة هل تستوي هذه وهذه أو رجل الفرس لا يستوي أو عين هذا وعين هذا حتى الماء يقال عين الماء لكن يختلف كل هذا له معانم في اللغة ولكن لا نصرفها عن المعنى الحقيقي إلا بدليل وليس عند هؤلاء دليل إلا توهماتهم وعقولهم التي جعلوها حاكما للنص وتركوا كتاب الله وسنة رسوله صلى الله عليه وسلم فعثمان بن سعيد الدارمي رحمه الله ألف الرد على الجهمية في هذه المسائل وفاته سنة ثمانين ومئتين للهجرة وكذلك عبد الله بن الإمام أحمد أيضا له كتاب السنة وهو ابن الإمام ألف كتابا في السنة أيضا للرد على هذه الطوائف الضالة ثم جاء الإمام ابن خزيمة الحافظ الكبير محمد بن إسحاق ألف كتابا سماه التوحيد وهو كتاب مطبوع وموجود وكانت وفاته في بداية القرن الرابع الهجري سنة ثلاثمائة واحد عشر للهجرة النبوية ثم جاء الإمام الآجري وألف كتابا سماه الشريعة للإمام المحدث أبي بكر محمد بن الحسين الآجري الذي كانت وفاته في منتصف القرن الرابع سنة ستين وثلاثمائة للهجرة ثم بعده الحافظ الطبراني أبو القاسم المتوفى سنة ستين وثلاثمائة ألف كتاب السنة أيضا ثم جاء بعده الإمام الحافظ بن بطة ألف كتاب الإبانة عن شريعة الفرقة الناجية والرد على فرق الظلال للإمام أبي عبد الله بن بطة الحنبلي المتوفى سنة سبع وثمانين وثلاثمائة له الإبانة الكبرى وله الإبانة الصغرى وكلاهما مطبوعتان موجودة في الأسواق أيضا كتاب الإيمان والتوحيد كلاهما للإمام الحافظ أبي عبد الله بن مندة وكانت وفاته في نهاية القرن الرابع الهجري عام خمس وتسعين وثلاثمائة ألف كتاب الإيمان وهو مطبوع موجود وألف كتاب التوحيد كذلك ليبين عقيدة أهل السنة والجماعة وجاء بعدهم الإمام أبو القاسم اللالكائي ألف كتابا سماه شرح أصول اعتقاد أهل السنة والجماعة والكتاب هذا محقق وموجود في الأسواق وكانت وفاته في بداية القرن الخامس الهجري عام ثمانية عشر وأربعمائة للهجرة ثم جاء بعده الحافظ أبو عمر أحمد بن محمد الطالمنكي الأندلسي ألف كتابا سماه الأصول في العقيدة وكانت وفاته سنة سبعة وعشرين وأربعمائة للهجرة هذه هي جهود علماء السنة في بيان العقيدة الصحيحة هؤلاء هم أهل السنة والجماعة وهذه جهودهم في الرد على هذه الطوائف الضالة ولذلك ينبغي لطالب العلم أن يدرس وأن يتفقها في دين الله وأن يعرف هذه الفرق الضالة ليحذرها وقد ألف العلماء كتب في بيان عقائد هذه الفرق والرد عليها لأن معرفة ودراسة هذه الفرق ودراسة معتقداتها وشبهاتها والأخطار التي تجلبها على المسلمين من أهم ما ينبغي أن يعتني به طلاب العلم والدعاة إلى الله خاصة لأن معرفة الباطل تجعلنا نحذر منه ونحذر الناس منه ولذلك كان الصحابي الجليل حذيفة ابن اليمان رضي الله تعالى عنه يقول كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن أقع فيه قال رضي الله تعالى عنه قال كان الناس يسألون رسول الله صلى الله عليه وسلم عن الخير وكنت أسأله عن الشر مخافة أن يدركني رواه الإمام البخاري في صحيحه والإمام مسلم في صحيحه وكان الصحابة رضي الله عنهم قد خلصت قلوبهم من أدران التقليد والعصبية وصفت نفوسهم مما يدعوهم إليه رسول الله صلى الله عليه وسلم واطمعنت جوانحهم إلى ما جاءهم من الوحي وعضوا عليها بالنواجذ واستمسكوا بالعروة الوثقة التي لم فصام لها قال الإمام بن القيم رحمه الله العالمون بالله وبكتابه وبدينه عرفوا سبيل المؤمنين معرفة تفصيلية وعرفوا سبيل المجرمين معرفة تفصيلية فاستبانت لهم السبيلان يعني سبيل المؤمنين وسبيل الكافرين فاستبان لهم الحق واستبان لهم الباطل كما يستبين للسالك الطريق الموصل إلى مقصوده والطريق الموصل إلى الهلكة فهؤلاء الصحابة أعلموا الخلق وأنفعهم للناس وعلماء السلف هم أعلموا الخلق وأنفعهم للناس وأنصحهم لهم وهم الأدلاء الهدى وبذلك برز الصحابة على جميع من بعدهم إلى يوم القيامة يعني لا كان ولا يكون أفضل من صحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تعرضن لذكرهم في ذكرنا ليس الصحيح إذا مشى كالمقعد لا يمكن أن يكون أحد يصل إلى فضل الصحابة رضي الله تعالى عنهم ولما سبَّ بعض الصحابة بعضهم قال النبي صلى الله عليه وسلم لا تسبوا أصحابي فوالذي نفسي بيده لو أنفق أحدكم مثل أحد مثل جبل أحد ذهباً ما بلغ مدَّ أحدهم ولا نصيف لو أنفق أحدكم مثل أحد مثل جبل أحد ذهباً ما بلغ مدَّ واحدٍ من الصحابة رضي الله تعالى عنهم لا كان ولا يكون مثلهم فإنهم نشأوا في سبيع كانوا في جاهلية ثم عرفوا هذه الجاهلية ثم جاء الله بالإسلام وجاء برسالة محمد عليه الصلاة والسلام فأخرجهم من تلك الظلمات إلى سبيل الهدى وإلى صراط الله المستقيم فخرجوا من الظلمة الشديدة إلى النور التام ومن الشرك إلى التوحيد ومن الجهل إلى العلم ومن الغي إلى الرشاد ومن الظلم والجور إلى عدل الإسلام ومن الحيرة والعمى إلى الهدى والبصائر فعرفوا مقدار ما نالوه وظفروا به ومقدار ما كانوا فيه فإن الضد يظهر حسنه بالضد وسيأتينا كلام عمر رضي الله عنه قال إنما أخشى على الإسلام قوم نشأوا في الإسلام ولم يعرفوا الجاهلية هذا من فقه عمر رضي الله عنه قال أخشى على الإسلام من قوم نشأوا في الإسلام ولم يعرفوا الظلال ولم يعرفوا الجاهلية لأنه لا يعرف فضل الإسلام إلا من عرف الجاهلية وما فيها من الظلمات ولذلك تكمله لكلام الإمام بن القيم أن الله أخرج المسلمين من الشرك إلى التوحيد ومن الجهل إلى العلم ومن الغي إلى الرشاد ومن الظلم إلى العدل ومن الحيرة إلى الهدى والبصائر فعرفوا مقدار ما نالوا وظفروا به ومقدار ما كانوا فيه فإن الضد يظهر حسنه الضد وإنما تتبين الأشياء بأضدادها فازدادوا رغبةً ومحبةً فيما انتقلوا إليه ونفرةً وبغضًا لما انتقلوا عنه وكانوا أحبَّ الناس في التوحيد والإيمان والإسلام وأبغض الناس في ضده عالمين بالسبيل على التفضيل وأما من جاء بعد الصحابة فمنهم من نشأ في الإسلام غير عالمٍ بتفصيل ذلك فالتبس عليه ذلك كما قال عمر رضي الله عنه إنما تنقضوا عرى الإسلام عروةً عروةً عروة إنما تنقضوا عرى الإسلام عروةً عروة إذا نشأ في الإسلام من لم يعرف الجاهلية وهذا من كمال علم أمير المؤمنين الفاروق عمر رضي الله عنه فإنه عرف الجاهلية والجاهلية فإنه إذا لم يعرف الجاهلية وحكمها وهو كل ما خالف ما جاء به الرسول صلى الله عليه وسلم فإنه من الجاهلية فإنها منسوبة إلى الجهل كما قال عز وجل أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكماً لقوم يوقنون الذين يرضون بغير حكم الله وبغير شرع الله فهم يرضون بحكم الجاهلية قال تعالى وَلَا تَبَرَّجْنَا تَبَرُّجَ الْجَاهِلِيَّةِ الْأُولَى فالنساء التي يتبرجن هذه تبرج الجاهلية الأولى والذين يحكمون بغير شرع الله يحكمون بشرع الجاهلية الأولى أفحكم الجاهلية يبغون ومن أحسن من الله حكما لقوم يوقنون فمن لم يعرف سبيل المجرمين ولم تستبن لهم طريقتهم أو شكأن يظن في بعض سبلهم أنها من سبيل المؤمنين كما وقع في هذه الأمة من أمور كثيرة في مسائل الاعتقاد وفي مسائل العلم والعمل هي من سبيل المجرمين والكفار وأعداء الرسل أدخلها في الإسلام من لم يعرف أنها من سبيل المؤمنين أدخلها في سبيل المؤمنين ودعا إليها وكفر من خالفها يعني هؤلاء الذين آتوا بهذه البدع من لم يعتنقها كفره ولذلك بعضهم العياذ بالله كفر الصحابة كفر أبا بكر وكفر عمر وكفر عثمان وكفر علي بل واستباحوا دم أمير المؤمنين عثمان ذي النورين رضي الله عنه أحد العشر المبشرين بالجنة استباحوا دمه رضي الله تعالى عنه وهو الذي يقول فيه النبي صلى الله عليه وسلم جهز جيش العسرة بألف بعير وألف بعير عليها أقتابها وعليها زادها في معركة تبوك في غزوة تبوك قال صلى الله عليه وسلم ما على عثمان ما فعل بعد اليوم يعني رضي الله تعالى عنه ما على عثمان ما فعل بعد اليوم ولذلك تسوروا عليه بيته وقتلوه وضحّوا به رضي الله تعالى عنه ضحّوا بأشمط عنوان السجود به يقطع الليلة تسبيحاً وقرآن وهو الذي كتب المصاحف رضي الله عنه هو الذي جمع القرآن رضي الله تعالى عنه الجمع الأخير والنبي صلى الله عليه وسلم أرسله يوم صلح الحديبية إلى قريش ولما شاع بين المسلمين بين الصحابة أن عثمان قتل بايع الصحابة رسول الله صلى الله عليه وسلم باعة الرضوان وماذا قال المصطفى قال هذه عن عثمان هذه عن عثمان سيد الأولين والآخرين يقول هذه يدي عن عثمان لأن عثمان كان في مكة إن الذين يبايعونك إنما يبايعون الله يد الله فوق أيديهم لقد رضي الله عن المؤمنين إذ يبايعونك تحت الشجرة لن يدخل أحد بايع تحت الشجرة النار كانوا ألف وأربعمائة من الصحابة هؤلاء والعياذ بالله عدت به من حرافاتهم إلى أن يتسوروا على عثمان وهو عمره 84 عاما خليفة المسلمين أمير المؤمنين ويقتلوه رضي الله عنه وهو يتلو القرآن عدت به ما هذه البدأ ثم جاء الخبيث الخارجي وقتل أمير المؤمنين علي رضي الله عنه وهو في الكوفة وهو خارج لصلاة الفجر يقول للناس الصلاة الصلاة قوموا للصلاة فاختفى عبد الرحمن بن ملجم قبحه الله ثم ضرب عليًا بسيفه على رأسه فقال علي ماذا قال علي قال فزت ورب الكعبة العشر من بشرين أول من أسلم من الصبيان وقال النبي صلى الله عليه وسلم يوم غزوة خيبر لو عطينا الراية غدا رجلًا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله فجاء الصحابة يقول عمر ما تمنيت الإمارة إلا يومئذ تمنيت الإمارة لأن الرسول قال لأعطينا الراية غدا رجلًا يحب الله ورسوله ويحبه الله ورسوله يفتح الله على يديه فلما جاء الصحابة إلى رسول الله كلٌّ منهم يتمنى أن يعطى الراية قال أين علي بن أبي طالب قالوا هو يشتكي عينيه يعني أصابه الرمد في عينيه فأرسل إليه فجاءوا بعليٍ رضي الله عنه وعيناه فيهما الوجع والرمد فبصق فيها النبي صلى الله عليه وسلم فشفاه الله ثم قال له امضي على رسلك حتى تنزل بساحتهم علي رضي الله عنه هؤلاء الخوارج قاتلوه وقاتلهم رضي الله تعالى عنه وأبادهم وبقي بعضهم ثم جاء هذا الرجل الخارجي عبد الرحمن بن ملجم أخزاه الله وقتل أمير المؤمنين بالتأويل قالوا له حكمت الرجال ولم تحكم كتاب الله يعني كفروا عليً رضي الله عنه وكفروا من معه من الصحابة بتأويلاتهم الباطلة قالوا من لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون أنت حكمت الرجال ولم تحكم كتاب الله يجب عليك أن تجدد إسلامك لأنك كفرت هذا كلام الخوارج لأمير المؤمنين علي رضي الله تعالى عنه فناقشهم ورد عليهم رضي الله تعالى عنه وأرسل ابن عباس وكانوا 12 ألف نظروا كيف الشبهة والظلال خرجوا من جيش علي 12 ألف كل من الخوارج فأرسل إليهم ابن عباس وجاد لهم فرجع نحو ستة آلاف وثم ألفين ولم يبقى إلا أربع آلاف من الخوارج فلما اجتاز بهم عبد الله بن خباب ابن الأرد ابن الصحابي رضي الله عنه فقتلوه وبقروا بطن زوجته وقتلوها واستخرجوا ولدها من بطنها فقال علي رضي الله عنه من قتله وأرسل إليهم قالوا كلنا قتله خوارج قالوا كلنا قتلنا فتجهز أمير المؤمنين رضي الله تعالى عنه للقتال وقاتلهم وقتلهم في معركة النهروان والنبي صلى الله عليه وسلم قال يخرج منكم خارجه اللي هم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم وقراءتكم عند قراءتهم يمرقون يقرؤون القرآن لا يجاوز حناجرهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الغمية والعياذ بالله أتوا إلى آيات نزلت في الكفار فجعلوها في المسلمين فأوجبوا الصلاة على الحايظ وأوجبوا قطع يد السارق من الإبط يعني هؤلاء ظلاء الحايظ ليس عليها صلاة قالوا لا تصل وقطعوا يد السارق من الإبط ولما مر بهم رجل من أهل الكتاب قال اخفروا ذمة نبيكم هذا لا تتعرضون وهم قد قتلوا عبد الله بن خباب وقتلوا زوجته وبقروا بطنها فقاتلهم علي رضي الله تعالى عنه ولأن فيهم الرجل الذي هو ذي الثدية الذي قال النبي صلى الله عليه وسلم فيه يخرج من ضئضئ هذا قوم تحقرون صلاتكم عند صلاتهم وصيامكم عند صيامهم وقراءتكم عند قراءتهم يمرقون من الدين كما يمرق السهم من الرمية كلما فني منهم قرن خرج قرن حتى يخرج آخرهم مع الدجال والعياذ بالله يعني يخرجون مع شر عباد الله شر خلق الله يخرج الخوارج معه والعياذ بالله كما أخبر المصطفى صلى الله عليه وسلم بهذه التأويلات الباطنة قاتلوا أهل الإسلام وكفروا مرتكب الذنوب فقالوا من ارتكب ذنبا فهو كافر عندهم الإيمان شيء واحد إذا حصل كبيرا أزالت الإيمان كله فهذا والعياذ بالله من ضلالهم ومن مصادمتهم للمصوص الله عز وجل قال وإن طائفتان من المؤمنين اقتتلوا فأصلحوا بينهما جعلهم إخوان فأصلحوا بين أخويكم وقال تعالى في القاتل فمن عُفِيَ له من أخيه شيءٌ فاتباعٌ بالمعروف وعداءٌ إليه بإحسان عُفِيَ له من أخيه سمَّى القاتل أخًا للمقتول فما دون الشرك فهو تحت المشيع لا نُكَفِّرُ مسلِمًا بذنب وإنما نقول مسلم بإسلامه مُؤمن بإيمانه فاسق بمعصيته إذا مات ولم يتب فأمره إلى الله إن شاء عذَّبه وإن شاء غفر له فبهذه التأويلات الباطنة كفَّروا المسلمين وأخرجوهم من الدين قال الشيخ محمد بن عبد الوهاب رحمه الله أمر الله بالاجتماع في الدين والنهي عن التفرُّق فيه فبيَّن الله هذا بيانًا شافيًا تفهمه العوام يعني دين الله واضح بيِّن العوام يفهمون دين الله ونهانا أن نكون كالذين تفرَّقوا واختلفوا قبلنا فهلكوا وذكر أن أمر المسلمين أنه أمر المسلمين بالاجتماع في الدين وناهاهم عن التفرُّق وهذا أصلٌ عظيمٌ من أصول الدين كما قال عز وجل إن الذين فرَّقوا دينهم وكانوا شيعًا لست منهم في شيء وقال تعالى حاثًا على الاعتصام بكتاب الله وسنَّة رسوله صلى الله عليه وسلم يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ حَقَّ تُقَاتِهِ وَلَا تَمُوتُنَّ إِلَّا وَأَنْتُمْ مُسْلِمُونَ وَاَعْتَصِمُوا بِحَبْلِ اللَّهِ جَمِيعًا وَلَا تَفَرَّقُوا وَاثْكُرُوا نِعْمَةَ اللَّهِ عَلَيْكُمْ إِذْ كُنْتُمْ أَعْدَاعًا فَأَلَّفَ بَيْنَ قُلُوبِكُمْ فَأَصْبَحْتُمْ بِنِعْمَتِهِ إِخْوَانًا أخوةُ الإيمان وَكُنتُمْ عَلَى شَفَى حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا بِبِعْثَةِ رَسُولِ اللَّهِ صلى الله عليه وسلم وبهذا الدين العظيم أنقذنا الله عز وجل من الهلكة وأنقذنا من النار وَكُنتُمْ عَلَى شَفَى حُفْرَةٍ مِنَ النَّارِ فَأَنْقَذَكُمْ مِنْهَا كَذَلِكَ يُبَيِّنُ اللَّهُ لَكُمْ آيَاتِهِ لَعَلَّكُمْ تَهْتَدُونَ فالنبي صلى الله عليه وسلم يقول لا تحاسدوا ولا تباغضوا ولا تجسسوا ولا تحسسوا ولا تناجشوا وكونوا عباد الله إخوانا وفي رواية ولا تقاطعوا ولا تدابروا ولا تباغضوا ولا تحاسدوا وكونوا عباد الله إخوانا كما رواه الإمام مسلم المسلم أخو المسلم لا يظلمه ولا يخذله ولا يحقره كل المسلم على المسلم حرام دمه وماله وعرضه فالنبي صلى الله عليه وسلم بهذا الحديث يحث على التعالف والتحاب بين المسلمين وينهى عن كل ما يفرق المسلمين ويباعدهم وأما عمل الصحابة في هذا الأصل فهو معروفٌ ومشهور فقد وقع بينهم الخلاف في بعض المسائل لكنها لم يحصل التفرُّق والعداوة ولا البغضاء بين الصحابة رضي الله تعالى عنهم وأرضاهم ولذلك حذَّرنا الله عز وجل من اتخاذ أعداء الله وأعداء الإسلام أولياء فقال لا يتخذ المؤمنون الكافرين أولياء من دون المؤمنين لأنه ظهرت في تاريخ الأمة الإسلامية أصنافٌ من الناس هدفهم النيل من الإسلام والمسلمين فمرَّت بهم ولا تزال تمرُّ بهم بعض الفتن التي يتبع بعضها بعضا ويتكالب عليهم أهل البدع والأهواء الذين وقفوا صفًّا واحدًا في عداواتٍ واختلافاتٍ في العقائد لحرب أهل السنة والجماعة في الوقت الذي غفل فيه بعض المسلمين عن واقعهم والله عز وجل حذَّرنا من اتخاذ أعداء الله وأعداء الإسلام أولياء ومعلومٌ أن المسلمين عزَّتهم ومكانتهم إذا رجعوا بصدقٍ وإخلاص إلى كتاب ربهم وسنَّة نبيِّهم صلى الله عليه وسلم ومما يُبشِّر بالخير ويُجدِّد الآمال في المسلمين إقبال المسلمين على معرفة أسباب تلك الفرقة بينهم التي جعلت منهم طوائف وأحزاب ففرحوا بما لديهم فجنَّدوا أنفسهم للقضاء عليه وإعادة الوحدة بين المسلمين وإعادة الأُلفة بين قلوب المسلمين بدعوتهم إلى العقيدة الصحيحة والتمسُّك بالكتاب والسنة الصحيحة ليُصبحوا مثل الجسد الواحد إذا اشتكى منه عُضوٌ تداعى له سائر الجسد بالسهر والحمَّة وقد بذل علماء الإسلام رحمهم الله جهودهم القيِّمة في الردِّ على تلك الفرق الضالَّة كما ذكرنا مجموعةً من كُتُبهم وبيَّنَّا في ذلك أن أهل السنة والجماعة أهل عقلٍ وفهمٍ وأهل حُجَجٍ ولذلك يجب علينا أن نتفقَّها في دين الله وأن نعرف الخير وأن نتبعه ونعرف الشرَّة ونجتنبه وأن نكشف وأن نرصُد هذه المذاهب المنحرفة عن صراط الله تبارك وتعالى وهذا من الأمور التي ينبغي لطالب العلم، لطلاب العلم أن يعطوها جهدهم بالدراسة والبحث تحقيقًا لقوله تعالى وكذلك نُفَصِّلُ الآيات ولتستبينا سبيل المُجرِمين والردِّ على أهل الأهواء والبدع حتى تنقطِع شُبَهُهم ويزولُ عن المسلمين ضررهم فتلك ورب الكعبة مرتبةٌ عظيمة من منازل الجهاد باللسان فقد صحَّى في الحديث في حديث أنس خادم رسول الله صلى الله عليه وسلم في الحديث الذي رواه أبو داود في سننه والإمام النسائي في سننه والحاكم وصحَّحه ووافقه الذهبي أن النبي صلى الله عليه وسلم قال جاهد المُشركين بأموالكم وأنفسكم وألسنتكم فدراسة هذه الفرق من جهاد أعداء الله بالألسن وبالكتابة والتحذير منهم قال شيخ الإسلام بن تيمية ونختم بهذا كلام العُلماء قال رحمه الله فإذا كان الكتاب والسنة قد دلَّ على وقوع الافتراق بين المسلمين فما فائدةٌ نهي عنه ولا تفرَّقوا ونهى الله عز وجل عن الفرقة لأن الكتاب والسنة أيضًا قد دلَّ على أنه لا يزال في هذه الأمة طائفةٌ متمسِّكةٌ بالحق الذي بعث الله به محمَّدًا صلى الله عليه وسلم إلى قيام الساعة وأن هذه الطائفة لا تجتمع على ضلالة ففي النهي عن الفرقة تكثيرٌ وتثبيتٌ لهذه الطائفة المنصورة وتثبيتٌ لها وزيادةٌ في إيمانها قال رحمه الله فنسأل الله عز وجل بأسمائه وصفاته نسأل الله المُجيب أن يجعلنا من هذه الطائفة المنصورة التي على الحق لا يضرُّها من خذلها ولا من خالفها اللهم أرِن الحق حقًا وارزُقنا اتباعه وأرِن الباطل باطلًا وارزُقنا اجتنابه ولا تجعلهم اتبسًا علينا فنظل اللهم آمِنَّا في أوطاننا وأصلِح ووفِّق أئمَّتنا وولاة أمورنا واحفظ بلاد الحرمين وولاة أمرها وأجزهم خيرًا على ما يُقدِّمون للمسلمين من العمار والزوار من هذه الخدمات الجليلة الخدمات العلمية وغيرها من الخدمات الذاتية التي فيها تيسيرٌ لأمور مناسكهم وعباداتهم نسأل الله عز وجل أن يجعلها في موازينهم الصالحة ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار ربنا لا تُزِغ قلوبنا بعد إذ هديتنا وهب لنا من لدنك رحمة إنك أنت الوهاب سبحان ربنا رب العزة عما يصفون وسلامٌ على المرسلين والحمد لله رب العالمين وصلى الله وسلم وبارك على عبده ورسوله محمد وعلى آله وصحبه أجمعين اشتركوا في القناة